اه تمام اليوم تشابتر سبعتاش اللي هو الثانج ديس اوردرز يعني الالليجينز او اللي بنشوفها على الثانج يعني ديس تشابتر بس بتحكي عن الكلينيكال المنيفستيشنز والكلينيكال أبيرنس للديزيزز على التانج هو تشابتر سبعتاش من من كاوسونز تشابتر سهل والآخره مليان صور حتى بالكتاب كله يتصور عشان نقدر نفرق بين الديفرنت كونديشنز نعارفين وظيفة التانج تمام كمان برضو يستخدم اساسيا في الاسبيكينج اكيد التانج ميد اف مني مسلس الانترنسيك مسلس والاكسترنسيك مسلس خدتوها بالاناتومي وعننا مهم جدا اللي هم التايست بودز اللي مكونين على التانج بابللز هلا في عنا ديفرنت كوسز للتانج ديس اوردرز وبتعطينا أشكال مختلفة بألوان مختلفة فكل هاي الشكل بيدل على على مرض معين اذا كان بلاك تانج بيدل على اشي اذا كان ثراش اذا كان جيوغرافيك تانج ستروبري تانج جلوستايتس بس كلها هاي تختلف من مرض للتاني طبعا زيه زي اي باقي او اي عضلات في عضلات الجسم او اي ريجن في ريجن زي الجسم اللي بصير فيه بيصير فيه بيصير فيه سوالينج كشينجينج ان كالر اور تيكستشر هو هاد او اكتر اشي دياجنوستيك لالنا اللي هو تشينج ان كالر اور تيكستشر طبعا التانج ممكن يصير عنا مشكلة بالموفمنت سنس هي عضلات احنا بنحكي ابنورمال موفمنت اور ديفيكالتي في الموفمنت وكمان ممكن يصير عنا تيستينج بروبلمز الكلينيكل تايبز طبعا السور تانج ممكن تكون على شكل السور تانج اللي يعني اللي هو اللي هو البينفول تانج يعني ممكن تكون جلوسايتس تمام زي الانيميا او كانديدا الانفكشن تمام ممكن يكون بيرنينج تانج او بيرنينج ماث سندروم وممكن يكون عنا الاريثما ميجرانز اللي هو الجيوغرافيك تانج تمام في الاريثما ميجرانز اللي هنحكي عنه لقدام اللي هو الجيوغرافيك تانج البابيلا اللي بتقوم الفنجي فورم والفلي فورم والفوليات فورم كل هدولا في الجيوغرافيك تانج هالبابيلا ديس ابييرس tips leaving behind patches of tongue that are build smooth and red طبعا جيوغرافيك تانج is also known as both إريثما ميجرانز تانج and benign بنign migratory gluositis هدول التلات أسام يهة اريثما ميجرانز يا جيوغرافيك تانج يا بنign migratory gluositis ليش اسمه جيوغرافيك تانج؟ لانه شكله بيكون زي الخارطة الخريطة. بتكون على لسان شكلها زي الخريطة. تمام? هلأ بابلا اللي هي على لسان. عنا فور تايبس اوف بابلا. اللي هي are تايني ريزد بروتروجينز. تمام? تايني ريزد بروتروجينز. انطنج ذات كنتين تايست بودز. هدول الفانجي فورم والفلي فورم والفوليات فورم والسيركم فيليات. تمام? هدول هم ايش? هدول بروتروجينز على التنج طالعين. تمام? كتير كتير بيبينه يعني اندر مايكروسكوب يوما بدلوا واحد يشوف لسان كاملة او بصورة مكبرة او بعدسات مكبرة بيبينوا كتير واضحين كيف انهم زي نتوءات طال على برة من التنج. هدول شو بيحتووا? بيحتووا على الاربع انواع هاي. هلأ بحكي لك هدول الاربع انواع معدل فلي فورم معدل الفلي فورم? هاي البابيلا allows us to differentiate between السويت الحلو والمالح والحامض واللاذع يعني او التيست الخامس اللي هو الامامي او صفوري. هاد تيست اكتشفوه جديد انه طعم من من الاطعمة الجديدة اللي ممكن نحس فيها البني ادم اسمه امامي او صفوري بتحس فيها في اللحمة هادو الطعم بنحس باللحمة بالجبنة بالماشروم. it's a new taste flavor. it's a new taste flavor. هما كانوا اربعة sweet salty bitter. وآآ سور. آآ هلأ صار عندنا الامامي او اللي هو نفسه السفوري. تمام? ودخلتش طبعا بالتفاصيل هاي لانه تفاصيل انه الاطعمة والامور هاي مش هو هدفنا في هاي التشابتر. آآ الفيرد آآ فيرد من اسمها فيرد اللي هي زي زي الفرق زي الفرق. تمام? هلأ ان هاي لو بنحكي اشياء بتتكون على الايش? التتكون على حكيينا هو القريب على البلت. تمام? لفوق اللي بترفع لساقف حلقك وهذا الدورسام عشان ما حدش لخمة. لو ما ترفع لسانك وتحب لسانك تمام؟ اللي هو الايش? وطبعا الطنج في عندنا اللاترالز اللي هو واضح شو اللاترال صايد اوف طنج. وعندك انتيرير تو سيردز وو بوستيريار وانتيرد. المهم نرجع للفيرد طنج اللي هو تمام؟ كوزد باي فيليفو فليفور بابيلا اند از مور انتنس نير الفيرتانج بيكون بيكون سببه اكتر اشنير النص وورا هلأ شو بيصير لها بكتيريا ادهير تكرتينيز تبس موكوزا بكتيريا بتلتصق على الكراتينايز تبس موكوزا يعني بتكون اكتر من تسق البكتيريا او سهولة التصاق البكتيريا وانها تقعد في مكان وتستوطن في مكان في الكراتينايز ميوكوزا أو الكراتينايز تبس موكوزا موكوزا اكتر بالتصاق البكتيريا تمام الباد تيست اللي هو بسبب البكتيريا تمام والهاليتوسيس الفارنج اللي هو زي ما حكينا كمان مرة زي هيك زي غلطاء او زي فرو على لسام بيكون كتير مشاكل لسام اكيد مرتبطة عندنا بالجهاز الهضمي بالجي اي تراكت تمام لعنى هم موصلين اه موصلين مع بعض بالآ بالفارنجز وآآ بآآ اللي بتنزل بعرضه عندنا على المعدة والامور هاي كليتها بزيدنا عندنا الفارنج تانج عند لسموكرز كيت بعرفشو شعور اللي بدخنوا بس آآ بحسو زي هيك زي طبقة بلبطة على بلبطة على لسان كمان مني سيستميك أبسيتس خاصة زي حكينا جي اي تراكت كونديشان تمام ممكن الناس اللي بكون عندهم زيروستوميا كمان بكون عندهم مشاكل بي ايش بكون عندهم مشاكل بالتغذية في الولاد الصغار اللي بكونوا مش عارفين ياكلوا ولا عارفين يبلعوا ولا عارفين يشربوا اي اشي تمام فهون ممكن نشوف الفارد تانج ماني اف دي سكراپر او سكراپنج اللي هي بتقشط هاي الطبقة عن السان اللي تكونات بسبب الالونجيتد فيليفورم بابيلا فيليفورم بابيلا فيليفورم بابيلا تكون لونج بلاك هيري تانج رح نحكي عنها بالهاي شو تانج سكراپر موجودة بالصيدليات تمام اللي هي دائما ينصح بيها لانها بتعطيك فرش بريث فرش بريث كليننج للتانج بيتر اسميل حتى انك انت بتصيب تستطعم اكتر بعد ما تنظف لسانك كثير مرات من الناس اللي عندهم هاليتوسس اللي عندهم رائحة فم كريهة تمام ممكن يكون بسبب البكتيريا اللي معلقة او استقض ان تانج تمام دائما بننظفها بي ايش بي ايش بي اتانج سكراپر تو تو اندوس بيتر بريث فور كليننج التانج بيتر اسميل او بيتر تيست سنسيشنز اسمها الطانج سكراپر موجودة بالصيدلية هلا اا عنا الفوليات اا فوليات بابلا عنا ايش الفوليات بابلا هاي ها فوليات بابلا بهاي الصورة اللي هي بتكون اكتر اشي جاية لاترال على الطانج الفوليات بابلا شو ممكن يصير عنا بالفوليات بابلا بابلا تمام هاي هما دولة الفوليات بابلا تيجي عاللترال بوردر اوف طانج عالجهتين بالاترال وفيهم ايش هدول الفوليات خاصة هما والسيركم فوليات هدولة فيهم التاست بادز وكمان عند لسان من وراء بيشكلولي ايش بارتمن الوالديرز رينج اللي هي تبعت الادينوينز اللي هي تبعت بنات الدينين ممكن يشكلوا منها اللي هي فوليات بابلا يعني هي جاية بالجنكشن ما بين الانتيرير توثير تبعي الطانج والالبوستيرير وانتير هون المهم بالنسبة لإلنا تكبر عن حجمها الطبيعي تمام ممكن يصير فيها انفلاميشن 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 فهلأ اسمها ايش بما انه it will become inflamed تمام بصير اسمها foliate papillitis foliate papillitis refers to inflammation of ايش للfoliate papilla they appear swollen red in color swollen وred in color هاي في ايش في الفولiate papilla اللي هي مسؤولة عن التاست التاست بطس طيب ممكن كمان اشي تاني يتكون عندنا بالسان تمام lingually this is the ventral side of tongue what i have been talking about قبل اللي هو ايش اللي هو ventral side of tongue whenever you raised your tongue لا سقف الحل من تحت بيبين ventral of tongue تمام من اسمه بصير انه اشي اللي ساني لتحت بيبينهم بنحكي lingual lingual varicocytes شو الvaricocyte حد يعرف اللي هي الدواني تمام فنفس الاشي ممكن يكون عندنا varicocytes اللي هي formation of varicocytes بالvessels of the undersurface of tongue and the floor of mouth is common finding with edge it is common finding with with edge اللي هي كمان dilated tortuous dilated tortuous تمام انه بشكل اهوج او مطعوش بما معناها dilated tortuous veins are normal along the ventral surface of tongue it's a normal feature and tend to become more prominent more prominent with edge they lie superficially and raise the covering thin mucosa into soft sessile nodules and generally cause no problems no problems being only extremely rarely the site of thrombus formation and then they lie superficial بتكون خارجية او على الطبقة اللي لبرة and raise the covering thin mucosa into soft sessile nodules تمام هيك زي nodules صغيرة متحركة and generally cause no problems وحكينا هي بس prominent with edge being extremely rarely the site of thrombus formation ممكن it's very rare ممكن تمام تكون هي sites of thrombus formation since we are talking about tortuous veins tortuous veins هي ايش البرico sites طبعات التن larythmia migrans اللي حكينا عنها قبل شوي geografic tongue زي بنطلع على الصورة بنشوف كيف شكلها زي شكل الخريطة شكل زي شكل الخريطة على لسان this common benign condition usually affects only the tongue it affects only the tongue ما بتشوف ها الشكل بمكان تاني بالجسم producing an appearance linked to a map of the world on the dorsum hence it's an alternative common name is geographic tongue تمام إذن erythema migrans هي نفسها ال geographic tongue it was called as as this since it looks like a map of the map of the world تمام حكينا احنا benign unknown it is very common بهاي الصورة كتير اوضح كيف مبين زي هي تشعبات تشعبات اللي بالخريطة هي الكون تبعها unknown but it's very common it's familiar tendency تمام ممكن تكون يعني صارت مع حدا من العيلة او مش انه بقدر اقول لك وراثية بس انه ممكن ان تكون صارت مع الخلال او موجودة في العيلة it's seen at all ages بس more frequently بالyoung and middle age بالyoung والmiddle age بنقدر نشوف التنغ approximately 2% of population are affected at any on time but more than 20% will have an episode at some time in their life 20% من episodes إلا ما تصير مع 20% من ال patients في خلال حياتهم حكينا بتكون بالyoung والmiddle age clinically there are irregular smooth red areas irregular تمام و smooth red areas on the dorsal dorsal tongue زي ما احنا شايفين على dorsal tongue caused by loss of filiform papilla حكينا filiform papilla disappeared وبصير مكانها red زي red rash loss of filiform filiform papilla هاي الباتش start as a small area on near or lateral border and extends for a few days before healing only to appear again in another area تمام هاي الباتش بتبلش small areas على lateral border or near lateral border and extends for a few days بتبلش تتمد for a few days before healing and only to appear again in another area وحاكينا هي بتصير بس هالجيويرابيك طنغ على لسان فقط the patches has a curved or semi-circular shape centered on the lateral margin a red rim enhanced white line around the edge red edge تمام او red rim enhanced إيش حواليها white edges several of these areas open collies to form scalloped or geographic pattern هاي areas تمام من red rim والwhite line around edge ممكن تتحد مع بعض وتدخل تتشابك مع بعض نتكون scaloped tongue or geographic pattern while legions expand they heal تمام while legions expand they heal by regrowth كيف بيصير لها healing ال regrowth لا ال disappeared في liform papilla تمام from the center إذن regrowth of liform papilla from the center and moving pattern over a period and the moving pattern over a period of weeks confirms the diagnosis تمام شو الهيستولوجي تبعت larythema migrans the center of the patch shows thinning of the epithelium with loss of papilla يعني احنا عرفنا انه اصلا سبب ال geographic tongue هو loss of epithelium papilla في thinning في epithelium thinning تبع epithelium هاد اللي صاير عندي بكل هاي المنطقة تمام شو سبب هاد thinning تبع epithelium micro abscesses in the superficial layer هلا الerythema migrans الedge of legion تمام showing normal mucosa to the right and to the left epithelium densely infiltrated by اهم اشي اللي نكون عارفين انه ب ال infiltration تبع الerythema migrans infiltrated by neutrophils this epithelium at advancing edge will be shed leaving the populated red patch this keratin is seen clinically as white line around the margin رجعنا نفس الاشي حكينا تمام هاي الwhite line around the red margin هي الكeratin تمام this keratin is seen clinically as white line around the margin the red margin the superficial layer of epithelium die هاد وقت الhealing احنا بنحكي قبل الhealing sorry the superficial layer of epithelium die and disquamate enlarging central atrophic zone and enlarging the patch since انه الفيلي form papilla بصير لها shedding وبصير لها disappearance فالsuperficial layer طرق epithelium die and disquamate most patients have mafi symptoms but some complaint of a h mمكن y con عند them بعض من them y mمكن y shku من wajah probably as a result of epithelial thinning and inflammation inflammation وتتأكد تمام من cbc ومن الفحوصات ومن history انه ما عنا anemia لها الpatient تمام هلا because there is no effective treatment فشو بدي اعمل avoidance of spicy or astringent food and toothpaste during the active phase حتى toothpaste during the active phase is usually all that can be suggested astringent اللي هو طعم برضو طعم لاذع غريب ببين كتير في الكاكا في في فاكهة الكاكا تمام هلا after a period after a period the condition usually resolves sometimes for long periods but in most patients is transient اللي شي مؤقت and recurrent for decades in small minority of patients other oral mucosa can be affected by small minority of patients اللي هي برضو اشي oral mucosa ما طلع برا ال oral region the changes are not so obvious because there are no phil for papilla to lose but the annular pattern of slowly moving white lines is the same active active phase يوم ما تكون انت اصلا شايف clinically انه مبين عندي هاي الجيوغرافيك tongue وعندي soreness فا this is age فا this is the active phase ممكن يضل حكينا فترات طويلة وممكن اصلا بروح وبرجع هلا lingual papillitis this condition lingual papillitis this condition also known as transient lingual papillitis or fungiform papillitis or fungiform papillitis very common in population but patients rarely seek a treatment rarely seek a treatment اللي هو lingual papillitis اسمه الثاني fungiform papillitis one or a cluster of fungiform papilla شو بصير فيهم تمام واحد هاي متابعون التاستبود او البابillas بيكون ايش slightly swollen white and intensely painful to touch the condition resolves الحال after few days sometimes after only one and without an ulcer developing ما بيكون عندي اي ulcer developing still it's unknown but trauma and certain foods are usually blamed عادة في مشاكل التنغ الفود طبيعة الأكل اللي بناكله هو اللي بيعكس لي على الأوجاع وال features التانية biopsy biopsy does not aid diagnoses and show no specific inflammatory changes تمام non specific inflammatory changes فهي lingual papillitis a swelling swallowing white and intensely painful fungi form papilla تمام السينز بالsymptoms طبيعتها pain when eating or drinking sensitivity to hot food تمام في الفنج form inflammatory condition of tongue presenting of painful small pumps red white in appearance شو الممكن نسببها ممكن نسببها أكيد الهيت فود الاسترس ترومة بايتن العلسان والبيرنين كيف بنقدر نعرفها بنقدر نعرفها clinical examination أو physical exam ممكن a mucosal biopsy to confirm مع إنها it's not mandatory و مش significant it's insignificant أو insignificant التreatment resolves within 2 to 3 days ممكن topical mucosal anesthesia ممكن cortico steroids بس بالعادة بها الشغلات leave it it will resolve by itself within 2 to 3 days زي ما حكينا هو الفنجي form papillitis اللي هم أصلا الفنجي form هدول اللي هم taste and temperature receptors taste and temperature receptors على الطنج بتصيروا swollen وزاي white patches عليها تمام هلا نحكي عن الهيري هيري طنج أو black hairy طنج من الشكل الأسود اللي بتكون بسبب الالونجيش تبع الفيلي form papilla طبعا الدور of tongue the filaments may be several millimeters long الفيلمنت تبعت الفيلي form papilla بتكون several millimeters long ما في clear distinction between a fair tongue and hairy tongue بصعوبة يعني تكون عارف this is a this is a fair tongue or this is this is a hairy tongue الفير tongue مرات انه اللون تبعه بيكون اقل مش بالسواد مش بالسواد الواضح تبع hairy أو black hairy أو black tongue فالتفرق بناتهم تفرق بناتهم صعب no clear distinction between them hairy tongue is quite common affecting as much as 1 بالمئة of population and is commoner بالheavy smokers and adults heavy smokers and adults دائما نخليك عارف الكوز of hairy tongue انه دخان اسود والhair tongue بصير على سواد no cause is known but some patient report acute onset after radiotherapy تمام بعد ما ياخذوا علاجات radiotherapy a stressful life event of debilitating illness تمام أو stressful life event صار مع patient stress في حياته أو debilitating illness هدول ممكن يكونوا as acute onset للهير tongue this condition is more marked down the center of the anterior tongue تمام على center تبع الانتيري the color of the hairs ranges from pale brown to black in color في هاي الحال pale brown to black in color in this patient when the papilla are dark brown or black the cause is colonization اللي هو استعمار من الادهير pigment producing bacteria تمام اللي هو colonization استعمار من الادهير pigment producing bacteria أو البكتيريا اللي هي ايش اللي هي بتطلع التصبغات تمام او بتطلع البيجميناتشن زي البيجميناتشن بكتيريا onset of dark color can follow antibiotic treatment تمام بداية هاد اللون ممكن يكون بسبب antibiotic treatment that disturbs the normal ecology of oral flora allowing overgrowth of pigmented species ممكن يكون بعد ما بلشت ناخد antibiotic therapy اللي هو بخل بالنظام البيئي تبع الأورال flora فبصير تعمل overgrowth of pigmented species like a fair tongue trapping of food particles اللي هو تجميع الأكل والبكتيريا ممكن يعمل الهاليتوس و bad taste otherwise the condition is asymptomatic ما في symptoms although papilla may be long enough to trigger gagging in susceptible patients treatment is difficult pale hairy tongue may be mistaken for candidosis but treatment with antifungal is inappropriate and ineffective تمام الpeel hairy tongue pale hairy tongue اللي هو يعني لسه مش dark black أو dark brown في المراحل الأولى تمام ممكن يخليك تلخبط انه this might be candidosis فإنك تعطي antifungal أو antifungal عشان انه انت مفكر candidosis it's an in effecting tongue scrapping زي اللي بتقشط اللسان is the best solution with measures to reduce predisposing causes such as smoking اللي هي بتزيد عندي smokers والأدل والزيرو والزيرو الصوم اللي هو نقص إيش نقص اللعاب اللي tongue هي نفسها the dorsum of tongue may sometimes become black without overgrowth of papilla تمام هديك الهيري tongue احنا حكينا في growth بإيش في growth بال philiform papilla أو elongation هاي بس بتصير black coloration without overgrowth of the papilla this this may this may be staining due to ish اكيد ادوية العلاقة في الموضوع drugs such as iron compounds used for treatment of anemia أو philizal balsamoth اللي هو bismuth from antisept preparations but this is transient transient يعني معقطة وإشي بيجي بروح كمان sucking of antiseptic lozenges causes the tongue to become black through overgrowth pigment producing organisms وكلورهكسيدين mouthwash الكوفي and other externistic agents all sustain the dorsal tongue papilla preferentially ف dark tongue أو black tongue بدون بدون ما يكون عندي elongation في philiform papilla بتكون بسبب drugs زي iron أو زي البismuth من antisept preparations كمان من إنه ما الواحد يكون حاطط بتطم antiseptic lozenges بتعمل برضو black tongue كمان القهوة وا extrinsic agents بتعمل هاي البلاك tongue أو الكلورهكسيدين mouthwash stain الغلوس glossitis means no more هاد نوع تاني من من الدزيز للطنج no more than inflammation of tongue هاي بنسمى glossitis فقط it's an inflammation of the tongue but that term is confusing to many conditions not all of which are inflammatory in origin or particularly in flame فلي glossitis هو l-inflammation للطنج يكون في erythematous changes حمرار pain or burning زي burning sensation but these can also result from epithelial atrophy and several specific diseases ممكن تسبب لي glossitis شو الكوسز تبعت glossitis الكومن هي الانيميا تمام نقص vitamin b12 بعمل glossitis erythema migrans اللي هو geografic tongue كمان بعمل glossitis candidosis and median rhomboid glossitis اذا متذكرين هالي rhomboidal shape tongue و lycan planus برضو بعمل glossitis فالglossitis القصد فيها هو inflammation للطنج بتغير فيها لون الطنج وممكن يكون عندي burning sensation وممكن ايش حكينا result from epithelial atrophy epithelium بصير له atrophy او من specific diseases ازاي احنا اتذكرناهم في rare causes زاي bacterial infection scarlet fever streptococcal infection الكوساكي disease اللي هو المرض اللي بصيب ال vessels تمام اللي هو vasculitis vessels خاصة coronary vessels حكينا عنهم و glaucagon pancreatic tumors وال tertiary syphilis هدول هدول ممكن يعملوا لي ايش iglucytus بنا نبلش بال anemic تمام anemic iglucytus a red a red smooth 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 يعني تحس اللسان اصلا زي اك انه مي تمام مش جاف ابدا بيكون smooth and sore and sore اللي هو is particularly characteristic of anemia زي هاي تحس لسان مبلول but tongue تمام تمام يما تشوف هذا الشكل من التنغ مع الصور واللون الاحمر والسموذ بدك تشك بايش بالانيميا عشان تعمل كلها افحوصات الانيميا the cause is atrophy of epithelium حكينا atrophic epithelium which becomes thin and loses its philiform papilla تلاحظوا انه اغلب الاغلب diseases تبعت التنغ منحكي عن ايش منحكي عن philiform papilla and therefore the keratinized part of its surface هي بصير عندي shedding للكeratinized parts of its surface كمان مرة الانمي كيجلوس the atrophy of epithelium which becomes thin and loses its philiform papilla وبالتالي the keratinized parts of its surface تمام it then appears smooth and red the possibility that candidosis predisposed to by anemia might cause some of the oral symptoms should be considered patchy red zones patchy red zones suggests candidosis the atrophy if anemia is more widespread iron deficiency تمام نقص الحديد three quarters of patients with established iron deficiency have painful tongue and about a quarter have an atrophic tongue conversely 15% of patients with the glussitis or soreness of the tongue are iron deficient when assessed by hemoglobin levels and reduced mean red cell volume تمام في 15% من patients اللي بيكون عندهم glussitis and soreness and redness في tongue بيكون عندهم نقص حديد كيف نقص حديد يعرفنا عن طريق CBC نفحص فيه hemoglobin levels بيكون ناقص عندنا كمان نفحصات الحديد اللي لحالها iron test او reduced mean red cell volume اللي بيكون عندي MCV اللي حكينا اذا كان macroglussitis وmicroglussitis بمحاضرات قبل اللي هي مسؤولة عن ال volume تبع red blood sense اذا بيكون عندي فيها نقص بيكون عندي نقص بالحديد اضافة لتحليل الحديد اللي هو بصير يتعوض ب بصير يتعوض ب supplements بصير يتعوض ب supplements more sensitive measures of iron deficiency such as ferritin levels reveal deficiency before anemia develops and such subclinical deficiency is commonly found it's also common in the normal population without symptoms ممكن يكون عندي نقص حديد بس انا مش حاسس بال symptoms انكشف incidentally يما انا كنت اعمل ايش يما كنت اعمل الفحصات but those with sore tongue are likely to benefit from supplementation اللي عندهم واجع في الثان تمام نعطيهم supplementation لا الحديد نفس فكرة الانميك هم نقص الحديد برضو هو نوع من انواع الانيميا تمام اللي هو نقص الحديد بيجي مع الانجل حكينا عنه قبل اللي هو بيكون على اطراف لسان بيكون عندي زي طلع علي كيف ده التنج سموث حكتلكم زي المبلول ليش بسبب الاتروفي تبع ال 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 الوجع بالعاد مرات بيكون عندهم وجع مرات بيكون عندهم وجع تمام مع تبعة بتتعوض اللي هي تبعة الحديد بتحسن المريض الانيميا هي الانيميا الانيميا تمام دائما انا المرضى اللي كان يجو عندي دائما كنت اطلب لهم فيتامين بي 12 يعملوا الفحص وفحص الحديد تمام وفحص الفليت واللي هو كمان فحص الفوليك أسد طبعا اشوف السي بي سي باطلب السي بي سي بطلب معهم الفيتامين بي 12 والفوليت والفوليك أسد والآيرون ضروري جدا 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 واغلبهم كان يطلع قس عنده نقص بهاي المكونات للدم بالحالات السيبير هناك ربط 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 سي بطلب ربط بطلب وفحص المكونات المكونات بلس مكونات وفحص كرس طف ديوت 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 الپاشن اللي يشيون على نظام غذائي قاسي أو في الدول الفقيرة اللي ما في أكل فيه غني بالحديد بكون عندهم عندهم الأنيمية عالية والblood loss فطبيعي يصير عندهم هذه الجلوسيتس في الطنج The sore tongue may be may herald no more than menstrual loss or hemorrhoids but occasionally signals loss from an instantal carcinoma or other significant cause. هلأ ممكن كمان the sore tongue may be herald no more than menstrual loss ممكن يكون بسبب سببه فقط اللي هو الدورة الشهرية تمام او الهامورويدز او بسبب النزيف اللي بصير عندنا في البواسير تمام ممكن يسبب لي اللي هو نقص الدم هاد ونقص الحديد هو اللي يسبب لي ايش يسبب لي sore tongue الوجع الطنج هاد والجلوسيتس والredness فهو بيكون بسبب خلال فترة الدورة الشهرية او عنده هامورويدز اللي هي البواسير وفيها ايش فيها فيها pain وفيها loss of blood but okay generally signals loss from an intestinal carcinoma or other significant cause كمان اندوسورنس ممكن يروح تمام وما بيكون مبين اذا لا سمح الله patients عندهم intestinal carcinoma او significant cause blood loss is more likely cause cause in adult males تمام blood loss is more likely cause in adult males في حالات الغلوسيتس تمام اه اي اسئلة اي اسئلة لهون اه تمام خلينا نكمل هلأ مع اللي بلمر اللي بلمر فينسن اللي بلمر فينسن سندروم او بترسون براون كالي سندروم هي ترياد هاي السندروم بتكون عبارة عن ترياد ثلاثة شغلات مع بعض اللي هو بيكون عند الpatient iron deficiency و dysphagia او dysphagia بتلتفظ التنتين and oesophageal oesophageal webs او oesophageal structure تمام هاي كلها تنطوي تحت ايش اسمها plumber فينسن سندروم بتصير مع الميدل ايج دوومن خاصة اه glossitis and angular trillitis تمام and obvious systemic signs of anemia are usual several decades ago the syndrome was found in 7% of patients من اللي عندهم iron deficiency هلا it has reduced dramatically in incidents and now it's extremely rare هاي السندروم وتيجي مع هاي الترياد is extremely rare لانها كانت very common زمان لدرس 7% of patients باميركا كان عندهم iron deficiency وتيجي معاهم هاي البترسون كيلي سندروم its main significance is the association the main significance is the association with subsequent carcinoma of the pharynx and esophagus main significance association with subsequent carcinoma لا الفarynx والأسوفيغس اللي ارتبطت دائما هاي السندروم انه اللي عنده هاد الترياد ممكن يكون عنده ايش ممكن يكون عنده او الدراسات اثبتات انه البترسون اللي عندهم بلومر بنسن سندروم غالبا ممكن يكون عندهم pharynx أو أسوفيجيال أو أسوفيجيال carcinoma السمتومز الساينز تبعته سوري اللي هي تشيليوسس اللي هو الانجلر تشيليتس على أطراف الطنج غلوسيتس ريد سموث طنج إسوفيجيال ويبز و ايرون ديفيشنسي ايرون ديفيشنسي آآ أنيميا وكمان ايش بيكون عندهم بيكون عندهم اللي هو ديفيكالتي بالسوالوينج اللي هو الدسفيجيا هلا نوع ثاني من الديفيشنسي بي جروب فيتامين ديفيشنسي غلوسيتس بسبب فيتامين بي ديفيشنسي حكيت لكم أنا دائما بطلب أول إشي الفيتامين بي نشوفه عند هدول المرضى بشوف السي بي سي الارون ديفيشنسي الفوليت ديفيشنسي بدنا نشوف كل هدول الأعراض إذن عنا بيرنين في التنغ و لينجو ديسكمفورت بس ما في obvious signs كمان مرة أكتر من نص الpatients اللي عندهم بيرنينشي انيميا هم غلوسيتس هم بس لكن أقل من 10% of patients with غلوسيتس have B12 deficiency patients may have macro macrocytosis without overt anemia ممكن يكون عندهم macrocytosis بدون MCV يكون عندنا عالي بدون أي overt anemia if macrocytosis or deficiency are proven symptoms usually resolve in supplementation by injection نعطي injection لvitamin B B12 pain rapidly and philiform papilla in a month or so تمام هلأ احنا عارفين البرنيشيس انيميا هي أصلا deficiency ل vitamin B12 وهي autoimmune أصلا autoimmune condition بتخلي الجسم يمنع الامتصاص الvitamin الvitamin B الvitamin B12 ف بصير عندي fewer red blood cells اللي هي already حملالي الأكسجين للجسم تمام فالبرنيشيس انيميا هي سببها من P بيرنيشيس وB تذكروا B12 فهي نقص الB12 اللي هو بسبب مشكلة في الامتصاص من الجسم تمام وهي من إحدى الأسباب اللي بتسبب لي aglossitis بصور في الصور في الطنغ والبيرنيش نطلع عليها B12 deficiency the tongue has generalized depopulation ما في population epithelium papilla shedded مختفية and toward the typically beefy beefy appearance of severe deficiency a large normal looking but slightly smooth and persistently sore tongue in a patient who had repeated but inadequate hemolyturgical investigation that failed to detect early pernicious anemia the underlying cause is usually an absorption defect rather than dietary deficiency ممكن يكون سببه اللي عندي مشكلة في absorption من الجسم autoimmune condition انه عندي مشكلة من الجسم بامتصاص الفيتامين B12 وممكن كمان يكون dietary condition أو dietary deficiency اللي هو نقص التغذية بالفيتامين B12 B12 deficiency is a particular risk after stomach bypass ممكن يصير أصلا نقص الفيتامين B12 بعد عمليات المعدة اللي هو زي قص المعدة والأمور هاي مهمة جدا دائما البايتين اللي بنعملهم قص معدة تمام أو بعملوا اللي هو تكميم مش قص كامل اللي هو تسكير أو bypassing دائما ايش بنصحهم ياخدوا فيتامين B12 لأنه بيكون عندهم ناقص ودائما نحسين حاله بهزلان وتعب فليش لأنه بعد هاي السيرجي البروزيدر رديوس الستومك ميوكوزا فريديوس الانترينسي فاكتور البروزيدر اللي هو بساعد على امتصاص البيتام بي 12 سيرجي البروزيدر ذات رديوس الستومك ميوكوزا رديوس انترينسي فاكتور ميوكوزا ميوكوزا اللي بناخدهم للمعدة هدول الPP الPPI اسمهم PPI البروتون بومب انهبتر زي النكسيوم اللي بناخدهم للحموضة والمعدة تمام هدول ايش زي الامبرازول كمان هدول بناخدهم من الحموضة المعدة ميتفورمن من انتبيوتكس used long term اتروف غستراتيس سمال انتستنال ديزيز زي الكرونز ديزيز الكاهوليزم and اتو اميون ديزيز such as جريف ديزيز تمام المص كومن فاكتور المص كومن فاكتور ايش اللي هو الانترينسيك فاكتور لوس او لاك الانترينسيك فاكتور بالبرنيش اس انيميا كمان مرة بعيد ال فيتامين فيتامين بيتولف ديفيشنسي ممكن اتصير بسبب يا اما نقص في الاكل اكيد بس الاساسي مش هو نقص الاكل انه نقص وجود فيتامين بيتولف بالاكل لا هو عندي مشكلة في الابزوربشن في الابزوربشن من الجسم نفسه لا الايش لا الفايتامين بيتولف اي انت ممكن يصير مشكلة في الابزوربشن هاي اي انت ممكن تصير عنا ممكن تصير عنا بعض عمليات تكميم وقص المعدة لانه الميوكوزا الاستومك الميوكوزا بتقل وبيقل الانترينسيك فاكتور بروداكشن اللي هو مسؤول الانترينسيك فاكتور اللي موجود جوا المعدة هو المسؤول عن الابزوربشن تبع الفايتامين بيتولف اي متى كمان بيقل عندي هاد الانترينسيك فاكتور بيقل عندي الانترينسيك فاكتور يوم ما ناخد بروتون بومب انهيبترز زي الاميبرزول بيقل بيقل ايش بيقل حموضة المعدة ازا اخدناهم بفترات متواصلة بحيقل عنا ايش الانترينسيك فاكتور اللي موجود في المعدة وايش يعمل لي نقص في الفايتامين بيتولف كمان كمان امراض زي الكرونز ديزيز الكوهوليزم واوتو اميون ديزيز زي طيب هلأ عندي نقص تاني احنا حكينا عن البي بشكل عام حكينا عن البي بشكل عام هلأ نحكي عن الفيتامين بي 9 الفوليك acid الفوليك acid الفيتامين بي 9 ديفيشنسي is the third most confident deficiency to be associated with the glossitis affecting 2 to 4 affecting 2 to 4 of patients again subclinical deficiency can cause the signs and symptoms and overt anemia may not be present serum folate levels indicate the deficiency red cell folate levels total body stores and second line test تمام هلأ serum اللي هو folic acid اللي هو folate او vitamin b12 هو نفسه تمام الفولate هو vitamin b12 او folic acid serum folate levels اللي هي بالمختبر يعني او نسب folate في الدم نسب folate في الدم serum folate levels indicate the deficiency بيبين ان انا عندي نقص بالfolic acid red cell folate levels reflect total body stores and second line test treatment اني بقعوض هاد folic acid treatment is by dietary adjustment it being difficult to be folate deficient as many foods are supplemented it deficient to affect the very elderly or alcoholics deficient اللي بصير عندهم نقص بالfolic acid او الفولات اللي هو نفسه الفولات اللي هو بتصير اكتر اشي مع ال elderly people was supplementation B12 deficiency could precipitate neurological damage هلا انا بدي اكون متأكد انه النقص اللي عندي هو الفوليك acid وليس فقط وليس ال B12 ف الفوليك acid supplementation may be useful in these cases of overt anemia بهاي حالات اللي هي نقص الفيتامين B9 I provide that B12 deficiency is excluded is excluded first بدي اتأكد انه انا ما عندي vitamin B12 deficiency لأ because supplementation in B12 deficiency could precipitate neurological damage انه اعطي vitamin B12 واعطي vitamin B9 مع بعض ممكن يعمل لي precipitate neurological damage طيب نوع تاني من الفيتامين الفيتامين اللي فيها النقص اللي هي الريبوفلافين ريبوفلافين vitamin B2 deficiency classic glycosis glossated with angular stomatitis or angular chelitis and has been lost frequently in nicotonic acid اللي هو niacine vitamin B3 deficiency but are rare كمان مرة عنا نوع من انواع vitamin B's deficiency اللي هو riboflavine riboflavine اللي هو vitamin B2 vitamin B2 اسمه riboflavine classic glycosis شو بعمل gloss citus تمام هيكلها اسباب لل gloss citus B2 B9 B12 deficiency تمام gloss citus with angular stomatitis and they and these may also be less frequently اللي هم angular chelitis or stomatitis will gloss citus less frequently in nicotinic acid deficiency اللي هو vitamin B3 niacine niacine هو vitamin B3 deficiency تكون rare blind prescribing or self medicating with B vitamins for oral symptoms in otherwise healthy patients is virtually invariably effective and investigation is required for all cases with these signs and symptoms انك انت توصف B vitamins هيك بدون ما تكون عارف oral symptoms وشو النقص بأي vitamin عندي بالتحديد ما رح يكون effective and investigation is required for all cases with these signs and symptoms هون الريبوفلافين اللي هو vitamin B12 deficiency اللي في عنا زي angular chelitis أو cheliosis note the lesions at the corners of mouth along with features of adjoining lips cheliosis تمام most such patients are pure vegetarians ما بياكل لأنها بتكون عند الpatients اللي ما بياكلوا لحمة ولا بياكلوا جاج ولا بياكل كل هالأمور اللي هم النباتيين فطبيعي بدوا يكون عندهم نقص بال vitamin glossitis with stomatitis from riboflavine deficiency بيكون عنا على lips cheliosis بيكون عنا على angular chelitis وبيكون عنا glossitis هلأ macro glossia اللي هو إيش من اسمها macro glossia اللي هو enlarge tongue rare condition that typically affects more children than adults it affects more children than adults people with macroglossia have tongues that are larger than normal given 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 the size of their mouths and many syndromes and impatient with poor neuromuscular control or muscle tone the tongue may may appeal large but be of normal size with forward posture تمام but be of normal size with forward posture can get congenital hemangioma hemangioma اللي هي بكون عندي مشكلة ب واحدة من blood vessels اللي هم من vessels أو or 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 هاي هي hemangioma malformations malformations by vessels congenital hemangioma أو lymphangioma ممكن كمان أسباب الماكرو glosya down syndrome أو الكريتانيزم اللي هو القصر القامة أو الأكروميجالي اللي هو العملقة أميلويدوسس هلأ رح نحكي عنها اللي بروتين اللي بيكون بتجمع في الدم lingual thyroid lingual thyroid و ميوكو poly saccharides هدول ال important causes ل الماكرو glosya الأميلويدوس الأميلويدوس deposition بالتشو deposition in the tissues of abnormal protein with characteristic staining properties إذن الأميلويدوس هو أكتر من نوع أصلا أميلويدوس the position تمام ترسب the position in the tissues of an abnormal protein تمام abnormal protein with characteristic staining properties اللي هو الأميلويدوسس كمان مرة اللي هو ترسب البروتين في التشو تبعة الجسم تمام وهاي اللي بروتين بيكون إلها بيكون إلها characteristic staining properties يعني بتصبغ هاي التشو اللي هي بتترسب فيها several different proteins have the ability to deposit as amyloid which requires the molecules to align closely together and bind to form an insoluble and degradable mass the amyloid protein may deposit at the site of production or circulate to deposits in remote sites ممكن تروح وصير التposition لأكتر من مكان يوجو البروعة الكدنية يوجو الكدنية mucosa appears pale and yellowish as surface blood flow is reduced by deposition around vessels تمام deposition الامyloid أكتر إشي كان عنا في الكدنية mucosa فش بكون لونها مبين pale yellowish as surface blood flow is reduced surface blood flow is reduced by deposition around vessel vessels can't construct properly ما بتصير لها انقباض properly petechia and ecchymosis are seen in involved mucosa بصير عندنا petechia اللي هي التجمع الدمو الصغير اللي بيبين على الجل أو ecchymosis اللي هو البلد أو subcutaneous hematoma أو البلد تحت الجل ممكن يصير في في involved mucosa amyloid deposition in salivary gland produces zero stomia ترسب الامyloid هذا البروتين في salivary gland شو تمام بيعمل zero stomia اللي هي نقص اللعاب نقص السلايبة اللي هي zero stomia هلا في عنا حكينا different types of الامyloidosis هلا رح رح نشرحها المنجمن المنجمن is diagnostic البيوبسي sorry البيوبسي is diagnostic للامyloidosis amyloid appear as weakly isophonic highline homogenous material replacing the collagen and muscle of the mucosa and tongue and surrounding vessels then amyloid نكون هاي line homogenous material replacing collagen تمام replacing المسل تبع الميوكوزة with tongue and surrounding vessels amyloid stain with congored amyloid stain with congored and has characteristics usually upper green and bear fengence under polarized light هاي هي الستين تبعة الإيش عشان أعرف إنه تحت المايكروسكوب اللي هي اسمه congo rent has a characteristic usually upper green brief fragrance under polarized light various specialized techniques are used to swing with these various types of protein that form amyloid treatment also for the underlying condition if that's possible such reduction has been required for massive macroglossia caused by amyloid surgical reduction has been required for massive macroglossia caused by amyloid تمام amyloid deposition اللي صار على tongue اللي صار على tongue وعمل لي massive macroglossia خلى هذا الترصب من البروتين اللي صار على muscles of tongue يكبر 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 الحالات الحالات الكانسر إذا عملت resection للطنج برجع الطنج ببني حاله هاي أنواع البروتين تبعا تبعون الامyloidosis تمام الطايب ال al والsaa والam والacal اللي هو شو نوع البروتين اللي بسبب لي اللي بصير فيه deposition وبسبب لي هاي المشاكل تم هاي الطايب تمام وهاي نوع البروتين نوع البروتين اللي بسبب لي هاد الامyloidosis مثلا ال immunoglobin light chain the usual source is new plastic plasma cells in myeloma deposition mainly في الكidneys but common in the tongue affecting about a third of proteins مثلا ال am b2 microglobin a cell surface protein هو البروتين اللي بعمل ال am من وين ممكن ناخد هاد البروتين serum levels rise dramatically during renal hemodialysis هاد البروتين بنتج عنا في حالات ايش بنتج عنا في حالات الغسيل الكلة renal hemodialysis شو الافكت وال significance تبعو ديبوزت mostly in joints and occasionally in tongue lingual deposits affected 2% of patients on long term dialysis مثلا ال SAA اللي هو serum amyloid A protein and acute phase serum protein كيف بنحصل عليه أو كيف هذا البروتين بصير deposition السور تبعه من وين بال chronic infections and inflammatory conditions such as rheumatoid arthritis lechrons disease tuberculosis شو significance تبعو rarely affects tongue هاي الدوبوزت بتصير وين بالليفر وبالكدني طيب طيب الأودام اللي هو odontogenic odontogenic amyloblast associated protein بال odont بالcalcifying اللي هي C C E O T C E O T odontogenic epithelium and calcifying epithelio odontogenic tumor بتصير بهاي بسبب هاد التيومر AIDS diagnosis من rise focally to produce radio opacities تمام فهدول الأنواع هاي الاسم البروتين والتيب طبعه شو السورس اللي خلى لهاد البروتين يصير له deposition في التيشوز تمام وهاد التيشوز اللي صار عندي بالتيشوز وين الأماكن اللي بصير فيها وشو الأفكت تبع هاي البروتين هلا بالنسبة للأميلويد deposited in tongue mucosa ها دي بروتين الأميلويد deposited in tongue mucosa ا هيموتوكسلين and eosine stained section so a broad band of amorphous tissue between epithelium underlying tissue this stains bright red with eosine where it's dansant congo red على البي congo red stain also stain the dansant deposits red هاي هاي هي diagnostic tool انو amyloid amyloid deposition c when the congo red section is viewed under polarized light polarized light the amyloid shows green green prefragrance تدان على light light هاي الكون red congo red section على polarized light ايش بيبين عندي لون green green pre-fragrance طيب هاي amyloidosis زي ما احنا شايفين اطلع الطنج كيف بكبر تمام ببلج يصير له macroglossia هدول تمام على الاترال border هو الحل طيب شو الاترال اللي هي افكتين الطنج زي لسموث اتروفك طنج due due to ish to lycan planus this is late change due to long standing disease كمان من الامراض ممكن تصير حكينا عنه زمان الهو الرومبويد الشيء بالشكل الخماسي تمام او المعيني medium rhomboid glossitis and active candidal infection هاي برضو ممكن تعملي ايش تعملي diseases affecting الطنج اللي هي candidal infection evidence of post infection glossitis in anti-biotic sore tongue candidal infection كمان tongue long standing zero stomia نقص اللعاب ممكن يكون بسبب الاملويد ب salivary gland او عندي مشكلة بال salivary gland فعاملت لي ايش loss of loss of salvation اللي هو long standing zero stomia بيكون شكل اللسان زي المخ شكل اللسان في هاي الفتايل او التلفيف زي المخ traumatic ulcer بالغلط تمام انك تعد على لسانك تمام ممكن كمان التromatic ulcer تصير بسبب حكينا انه ممكن تصير بسبب chemical erogenous كمان squamous carcinoma lateral border of tongue اكتر اللي هي squamous carcinoma the lateral tongue is the common site lateral tongue هو common site وهي كن خلصنا chapter 17 خلصنا chapter 17 كامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر